اليوم بهالفيديو الأصير هذا اللي أنا حضرت لكم بشكل إنفوغرافيك ولكن مرئي هنحتي عن الأشياء التي تعنا بموضوع الـ Pharmacy Practice يلي صادلة لندور كتير كبير فيها أول شيء موضوع الـ Disease Management وطبعا هون هنا نصدفية تدبير عديد الأمراض دوائيا في عنا كمان معالجة الأمراض غير المعقدة عن طريق إستخدام أدوية الـ OTC أو الـ Over-the-Counter Medications اللي هي بتنعطب دون وصفة طبية واللي منشوف حتى بالصيدليات يعني أحيانا صيدلية خاصة لو كانت كبيرة مساحتها فملاقي فيها قسم خاص بالـ OTC Medications أي شخص فينو هو يشتريها المصعدرات هاي بدون وصفة طبية في عنا قسم تاني من الصيدلية جوه هو هذا القسم اللي بيكون فيه موجودة الـ Pharmacists أو مجموعة من الـ Pharmacists في سكانت كبيرة سيدلية واللي بتم تي تقديم الـ POM أو الـ Prescription Only Medications أو حتى الـ Controlled Medicines اللي هي تكون أحيانا بـ Pain Killers لأن وسائلت الإخدامة يعني ها يعني يصير في هون عنا كثير من الأشخاص اللي يستخدموها الأغراض أدمانية وبالتالي استخدامها بصورة إليقل أو غير شرعية هلأ في عنا الـ Clinical Interventions وهون بيكون دور الـ Clinical Pharmacists ضمن المشافي والأدوار اللي بلعبوها كمان كتير مهمة بتعاوم مع فريق الرعاية الصحية ضمن المستشفى سعان كان أطباء أو ممرضين كمان في عنا موضوع التطوير المهني لـ السعادلة هو أهم المجالات اللي تتعلق بالـ Pharmacy Practice أو الممارسة الصيد الضلانية فالتطوير المهني هون للسعادلة تطوير مستوى هون تطوير معلوماتهم الدوائية بحيث أنهم يكونوا قادرين على تقديم أفضل رعاية صيد الضلانية اللي هي تعتبر أيضا من أهم ركائز الـ Pharmacy Practice بحيث هون تم تقديم المعالجة الدوائية المثلة والآمنة والفعالة وبنسبة لاتقديم يعني الاعتبار العمل الاقتصادي للمعالجة هاي هل ترى هي غالية الثمن على هذا المريض هذا أو على عائلة هذا المئيل ولا لا مناسبة وهل ترى أنه لو ملقينا مثلا معالجة آمنة وفعالة وسعرها مثلا رخيص يعني يمكن يكون الدواء هون غالي فهل ترى نحن لازم نستخدمها ولا لا طبعا هون بقى بنشوف أنه إذا كان لدينا خيارين علاجيين ولكن الغالي هو أكثر فعالية من الرخيصة نحن نروح مع المعالجة غالية الثمن لأنه هو بالنهاية نحن المحصل للعلاج المرجوع سواء كان المعالج غالية أو رخيصة ولكن إذا لدينا خيار علاجي آمن وفعال بنفس الوقت رخيص الثمن على هذا المريض هذا لا نحن نختاره هذا طبعا نحن في عندنا مثلا مثال هون على دواء الفانكوميسين والمترونيدازول وكيف انه هالمعالجتين هدول بتم استخدامهم بتدبير التحاب الامعاء الناتج عن جراثيم الكلوستريديوم ديفيسيلي فالفانكوميسين هون أغلى ثمن من المترونيدازول فإذا كان المريض أو عائل المريض يعني انه هن ما بدروا يتحملوا تكلفة علاجية باهظة فهون احنا من روح للمترونيدازول إذا الحالة الاقتصادية يعني ما في هاي مشكلة أو مثلا الدواء هون مثلا المترونيدازول ماله متوفر أو الموجودة هلأ حصرا هو الفانكوميسين فلحنا هون بنشوف بها حسب الحالة المرضية كمان في عنا تحضير الأدوية يلي بتكون بالأصل ماله موجودة ضمن السوق الدوائي فبتم تحضيرها ضمن المشافي أو ضمن صيدليات خاصة تهفر فيها شروط المثلة والملائمة لتحضير مثلا الأشكال السيطان كمان بالنسبة للفارماسي براكتس تعني بالكومنيكيشن سكيلز أو المهارات التواصل اللي لازم يتم تعطيها سيادلة بالتواصل بين بعضهم البعض بينهم وبين الأطباء سواء كانوا الأطباء الموجودين بالعيادات أو الأطباء الموجودين ضمن المشفى إذا كانوا هنين كلينيكال فارماسيس ومهارات تعاملهم هن مع المرضى كتير مهم هذا الشي ويعتبر نحد الركائز الأساسية بالفارماسي براكتس في عنا الهلث سيكولوجي كمان هو من الأشياء المهمة اللي بتتعلق هون بمدى إدراك المريض مثلا الحالة المرضية اللي هو عمي عاني منها هل ترى هل يكون متقبل المعالجة الدوائية ولا لا هل هو مؤمن أن المعالجة الدوائية ستخفف له من الأعراض أو من الآلام المعاني منها أو من المشكلة المعاني منها ولا لا الكتير مرضى هنين يعني هنين ما بيحبوا هنين يتناولوا المعالجة الدوائية لأنه بعتقدوا أنه مثلا هذا الدواء ما رح يفيده طيب هلا في عنا كمان وضوع patient care وهذا طبعا كمان كتير مهم وبيلعبوا الأطباء وإصادلة والممرضين دور كتير كبير فيه كفرق إرعاية صحية واحد أو إصادلة هنين الخط الأول اللي بلجأ له المرضى وقت هنين مثلا نزوروهم بإصدريات المجتمع في عنا كمان موضوع drug abuse prevention مثل ما قلنا في كتير من المرضى هنين إما أن يكونوا مدمني مخدرات أو بالأصل هنين عم يحصلوا على الأدبية اللي تعتبر هي من controlled medicines واستخدامه بجرعات يعني فوق الجرعة العلاجية الموصفية يخليهم يحصلوا على آثار إدمانية فبصيروا هنين بشترها الأدبية مو لغرض مثلا تسكين ألم أو whatever لا وإنما لغرض الإدمان عليها وكمان أنا هنا حكيت لكم قصة عن هنين تعاونوا مع أحد الأطباء في الوقت المتحدة الأمريكية ودفعوا له حوالي 250 ألف دولار حتى يشتروا منه فانتانيل فبعد ما حصلوا هنا على فانتانيل هنين باعوه لمدمني مخدرات فتم إحالتهم للقضاء بسبب إساءة استخدام هذه الأدوية بل أصل مثل ما أنها تستخدم لحالات علاجية محددة مثلا المرضى عميعانه من أمراض سرطانية والآلام اللي عميعانه منها مبرحة فهن نستخدم مثل هذه الأدوية لحالتهم أو أي مثلا حالة مرضية تانية تستدعي استخدام هذه الأدوية ولكن إذا تم إساءة استخدامها فهن صار الشيء خطأ طيب كمان موضوع drug interactions ودور ما نحن كسادلة بالتخفيف قدر إمكان من احتمالية وجود تداخلات دوائية هامة سريريا بين الأدوية الموصوفة للمريض فهن سواء كان سيدلاني مجتمع كcommunity pharmacist لازم يتطلع على الوصفة الطبية وشوف إذا هناك تداخلات دوائية بينهم أو إذا كان موجود كاكل كالفارماسيس ضمن مستشفى يشوف ما هي الأدوية العمية غضا المريض كانت OTC medications أو POM أو كانت حتى herbal products في كثير من المرضى هنا يعني يتناولوا المستحضرات التي تحوي على نباتات طبية كمان موضوع ADRs أو Administrative Reactions يلعب في سعادة لدور مهم بمثلا كتابة report حول مثلا دواء معين سبب ADR ضمن مشفى وضمن صيدلية مثل كانت عائلة المريض أو المريض تصل وصيدلاني قالوا لو صار معنا هيك هيك فهذه الريبورتس بتم إرسالها للهيئات الصحية المعنية بمتابعة ADRs وهذا الشيء كمان كثير مهم كمان في عنا Drug Discovery and Evaluation هو ضمن كثير من شركات أدوية تدفع يعني مليارات الدولارات حتى بس نحصل على مستحضر دوائي أو مادة دوائية فعالة وهذه المادة الدوائية فعالة عم تكون عم تعالج حالة مرضية مستعصصة سواء كانت سرطان أو أي مرض تاني فهم تدفع شركات الأدوية مبالغ ضخمة كتير أثناء عملية البحث والتطوير لحتى نحصل على مادة دوائية فعالة جديدة وبعدين بقى يتم الدراسات عليها الدراسات السريرية لابل ما تنزل لها السوء الدوائي الآن بنسبة للكومينتي فارماسي وممارسة بقى المهنة السيدة لضمن الكومينتي فارماسيز أو صديقات المجتمع كمان هذا الشيء كمان بتعلق بالفارماسي براكتس أنا عملت لكم هذا الإنفوغرافيك بشكل فيديو كما تكون شايفين لحتى نقدر نحن نذكر أهم الأشياء التي لا علاقة بمجال الممارسة السيدة أكيد بالفيديوهات الثانية هنحكي أكتر المواضيع العلاقة بالفارماسي براكتس أو بالكتلينكال فارماسي أو حتى بالمتم أو بالفارماسي كالكير لأنه هي كتير مواضيع بتهم السادلة وأتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو تابعوا آخر الفيديو اللي أنا بحطة سواء كانت على صفحتنا على الموقع أو حتى على بروفائلي على الفيسبوك شكرا لكما تشاهدك